وعودة إلى الخبر الأبرز حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية واطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد موجها بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجل كما وجه الرئيس السيسي بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يساهل على جميع فئات الشعب فهمها واستعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية وقد تم في هذا الصدد عرض مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية والذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ ستة قوانين حيث عقدت لجنة إعداد القانون حتى تاريخه عشرين اجتماعا كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مدة وجاء استكمال المساودة الأولى لمشروع القانون خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال أخذ في الاعتبار أن هذه المساودة تراعي في طياطها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة وكذا دراست واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة كما يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق وكذا الحفاظ على الزمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم في السروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج بالإضافة إلى إعادة السياغة وثيقتين الزواج وطلق ما يضمن اجتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتين الزواج والطلق فضلا عن توثيق الطلق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به محكمة